قد يسأل سائل لماذا هكذا يفعلون بنا ولماذا هكذا فعلوا بأنفسهم هم في البداية فعلوا بأنفسهم وبعد ذلك فعلوا هذا بنا سيضحكون عليكم إذا ما وجهتم هذا السؤال إليهم سيجيبونكم بهذا الجواب أقرأ عليكم من دروس في علم الأصول محمد باخر الصدر وهذه الحلقة الأولى تحت هذا العنوان التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي هذا الكتاب معروف معروف في الوسط الحوزوي دروس في علم الأصول لمحمد باخر الصدر يتألف من ثلاث حلقات إنني أقرأ عليكم من الحلقة الأولى ومن الموضوع الذي عنوانه التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي هكذا يقولون لكم يبررون ما فعلوه من ضلال وتضليل بأنفسهم وبنا وكلما بعد حد الفقه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية وحق الحسين هذا يخالف منهج العترة لأن العترة وضعوا دينهم وأحكامهم في نظام وهندسة لا تتعرض لمثل هذه الظواهر لكن هؤلاء تركوا دين العترة وصنعوا لهم واقعا خاصا بهم قلدوا فيه الواقع الذي صنعته سقيفة بني ساعدة سقيفة بني ساعدة كفرت بالواقع الذي أسسه رسول الله أولا أنكرت بيعة الغدير ثانيا نقضت وصية النبي في حديث الثقلين ثالثا حرفت حقائق القرآن رابعا أنشأت واقعا جديدا قالوا للناس إن هذا ما كان في زمن التنزيل وهو محرف مع أن زمن التنزيل ومرحلة التنزيل نسخت ببيعة الغدير ودخلنا في مرحلة التأويل وهذا ما قاله رسول الله لأمير المؤمنين والأحاديث موجودة عند الطرفين من أنك يا علي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا رسول الله يتحدث عن نفسه مثل ما قاتلتهم على التنزيل التأويل مرحلة التنزيل مرحلة مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل سقيفة بني ساعدة بقيت في مرحلة التنزيل وحرفتها تمام التحريف ونقضت بيعة الغدير أنشأت واقعا جديدا ولذا منعوا حديث النبي منعوا الكتابة ومنعوا رواية الحديث وأحرقوا ما كان مكتوبا وأحرقوا المصاحف جاءونا بمصحف جديد وجاءونا بسيرة جديدة لرسول الله وضعها الكذابون من الصحاب وتراكمت الأكاذيب في زمان الأمويين إلى أن وصلنا إلى العصر العباسي فاضطروا إلى صناعة هذه العلوم ما يسمى بعلم الرجال وعلم الحديث علم الدراية وعلم أصول الفقه إلى غير ذلك وعلم القواعد الفقهية وقواعد التفسير وعلوم القرآن كل هذا ضلال في ضلال جاءوا به لتنظيم أمورهم ولصناعة واقع جديد نظموا الواقع الذي هو عبارة عن ركام من الأكاذيب والإفتراءات وإلا فإن البخاري يقول من أنه أخرج أحاديثه وأحاديث البخاري دون الثلاثة آلاف إذا ما ذهبتم إلى صحيح البخاري ووجدتم أحاديثه تتجاوز الستة آلاف السبب أنه يكرر الأحاديث أحاديث البخاري تصل إلى سبعة آلاف السبب أنه يكرر الأحاديث وإلا فإن عدد أحاديثه وبحسب أكثر الناس خبرة بصحيح البخاري بحسب ابن حجر العسقلاني يقول من أن عدد أحاديث البخاري ألفان وسبعمائة هذا هو عدد أحاديث البخاري حينما نجد أن عدد الأحاديث في ترقيمها يكون أكبر من ذلك لأن البخاري يكرر الأحاديث وربما الذين جاءوا من بعده هم الذين كرروا الأحاديث ليس هذا مهم البخاري يقول من أنه استخرج هذا العدد من الأحاديث من ستمائة ألف حديث وهذا شيء معروف عند المخالفين من أن البخاري استخرج هذا العدد من الأحاديث من ستمائة ألف حديث كم هو عدد الأكاذيب والإفتراءات إذن؟ ركام هائل سلسلة جبال كجبال الهملايا من الأكاذيب كذبوها على رسول الله صنعوا لهم واقعا خاصا بهم هم أحرار لهم دينهم ولنا ديننا هؤلاء السفلة الطوسيون ركضوا وراءهم وصنعوا واقعا كواقع أولئك وهذا هو الذي يتحدث عنه محمد باقر الصدر وبهذا أقنعونا وضحكوا علينا وكلما بعد الفقيه عن عصر الناس تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية إمامنا الصادق وضع لنا منهجا واضحا الإمام هكذا قال اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء من رواة الحديث حتى يكون محدثا فقيل يا ابن رسول الله أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث يعني أن عملية التفهيم متصلة إلى هذه اللحظة هذا التفهيم يأتي من قبل أئمتنا حينما كان يتحدث إمامنا الصادق عن سلمان ومن أنه كان محدثا عن سلمان المحمد وكان يقول إمامنا الصادق من أنه كان محدثا لما سأله أحد أصحابه عن من كان محدثا قال كان محدثا عن إمامه عن أمير المؤمنين فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا من رواة حديث أهل البيت أو يكون المؤمن محدثا قال نعم يكون مفهما عملية التفهيم تأتي تسديدا من قبل إمام زماننا هذا الهراء لا معنى له لو كنا نعيش في الواقع المعصومي هذا هو الواقع المعصومي هؤلاء صنعوا واقعا جديدا إنه واقع افتراضي صنعوه من مادة أصول الفقه ومن مادة الرجال ومن سائر الضلال الذي جاءونا به من تلك العيون الكدرة القذرة ثم حاروا فيه هم صنعوه وهم حاروا فيه وبجانبهم الواقع الحقيقي المعصومي أنكروه أنكروا أحاديث أهل البيت التي صنعت لنا واقعا حقيقيا لإدراك دين العترة الطاهرة أبناء الحرام يسمون الذي يذهب إلى ذلك الواقع يسمونه حشويا على أساس أن الحكمة عندهم أولاد الحمير يسمون الذي يذهب باحثا عن الواقع المعصومي من أنه حشوي على أساس أن العقل والحكمة عند هؤلاء الزبالة عند هؤلاء المراعيط من أهيات الشيطان العظمى هكذا نضحك علينا أقرأ عليكم ماذا يقول محمد باقر الصدر وهذا ما هو بكلامه لوعده هذا كلامهم جميعا بالضبط مثل ما أقول لكم ما ذكره هادي آن راضي هذا ما هو كلامه لوعده هذا كلام جميع الطوسيين وهذا الكلام الذي سأقرأه من كتاب محمد باقر الصدر ما هو كلام خاص به هذا كلامهم جميعا وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني الفجوات أنتم اصطنعتموها أنتم أنكرتم الأحاديث لو أنكم تأخذون بأحاديث أهل البيت بعيدا عن علم الرجال فإن الأحاديث ستسد هذه الفجوات أنتم اصطنعتم الفجوات وبعد ذلك بدأتم تنوحون كي تستعينوا بما أنتجته سقيفة بني ساعدة هذه الفجوات مسدودة في الواقع المعصومي لأنكم أنكرتم أكثر من تسعين بالمئة من أحاديث العترة فلماذا لا تكون هناك فجوات أصلا أصبح الأمر كله فجوة وليس هناك من فجوات هناك فجوة كبيرة وكلما بعد الفقيه عن عصر الناس تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني لا يوجد بعد زمني الإمام الصادق يقول فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث فلا يوجد زمان لهذا المعنى مثلما الفقهاء في زمان الصادق مفهمون يبقى هذا البرنامج وهذا النظام إلى يوم الظهور الشريف وحتى بعد الظهور الشريف عملية التفهيم لأولياء أهل البيت ستبقى جارية إلى يوم القيامة هؤلاء أخرجوا أنفسهم من هذه المنظومة أخرجوا أنفسهم من منظومة طيب الولادة وحشروا أنفسهم في منظومة خبث الولادة هذا هو السبب الذي دعاني أن أبدأ بهذا الموضوع في مجموعة هذه الحلقات لأن القضية تعود بنا إلى هاتين المنظومتين وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات من هنا نشأت عند محمد باقر الصدر منطقة الفراغ من هذه الفجوات فذهب إلى حسن البنة وملأ لنا ذلك الفراغ تلك الفجوة بفقه حسن البنة ما يصطلح عليه حسن البنة بالفقه الواقعي اصطلح هو عليه بما يملأه الفقيه من عنده من خبرته من عقله وشلون عقول هي عندهم عقول ترى للي يتركون الذهب ويذهبون يأكلون الخراء ويتزينون بالخراء ويخضبون وجوههم بالخراء هذا هو الذي فعلوا فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تأريخية ما علاقتنا بالحاجة التأريخية وإمامنا موجود وتسديده موجود وتسديده موجود ولطفه موجود لأنهم ربطوا أنفسهم بسقيفة بني ساعد لم يربطوا أنفسهم بإمام زمانه فصارت الحاجة لعلم الأصول حاجة تأريخية لأن الزمن تقدم أين إمامنا؟ أين إمامنا؟ وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تأريخية بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تأريخيا عن عصر النص أين الإمام الذي تقولون من أنكم نواب له أين الإمام؟ أين ألطافه الخفية؟ أين رعايته وتسديده لكم؟ بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تأريخيا عن عصر الناس وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها من تسوون حكايات هذا عند خموس وشاف الإمام الحج وقال له روح دفع لفلان مرجع زين لماذا الإمام ما دزل واحد عليكم وقال لكم الطريق الصحيح هذا يحسى أبيت تشوفون الكرامات كلها من هالنوع هذا عنده خموس وإجاه ذاك فلان الفلاني وقال للإمام الحج أنت روح ادفع الخموس لفلان ويضحكون علينا وإحنا مصدقين يضحكون علينا وإحنا مصدقين مطايا إحنا مطايا مطايا هؤلاء هم الذين صنعوا أجدادنا وآباءنا وصنعونا أيضا هذا هو الواقع الشيعي الواقع الشيعي هو هذا هكذا صنعتنا المرجعية المستحمرة بمعنى أنها تشتد وتتأكد هذا المراد من تأريخية الحاجة إلى علم الأصول بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تأريخيا عن عصر النص وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمنية بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي فإن التأريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي محمد باقر الصدر إما أن يكذب ولا أعتقد هذا هو جاهل بتأريخ علم الأصول عند السنة وعند الشيعة لا أعتقد أن الرجل يكذب محمد باقر الصدر لم يعرف عنه الكذب كبقية المراجع الآخرين الرجل كان صادقا المراجع الآخرون الخوء مثلا كان كذابا كان يكذب ويكذب محمد باقر الصدر لم يكن كذابا وقد جئت بالأدلة على كذب الخوء من كتبه من كتبه ومن سيرته من سيرته على القولية ومن سيرته العملية كل هذا أثبته بالوثائق والحقائق لكنه لن يكون أكثر كذبا من السيستاني الأكثر كذبا بين المراجع المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين السيستاني قولا وعملا وحالا وهذه الحقيقة أثبتها بالوثائق القطعية التي لا تقبل الشك عودوا إلى برامج السابقة كي تطلعوا على هذه الحقائق أعود إلى كلامي محمد باقر الصدر فإن التأريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي لأن الإمامة امتداد لوجود النبي فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول إذن لماذا لم يأمرنا الأئمة بذلك حينما يمتد الزمان بنا لم يأمرنا الأئمة بذلك ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية تفتحت ذهنيتهم الأصولية بالضبط مثل ما قال إمام زماننا للشيخ المفيد في الرسالة التي وصلت إليه سنة أربعمية وعشرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم هذا هو الزلل تفتحت ذهنيتهم الأصولية وجدوا دينا بديلا وجدوا طريقا جديدا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم أن يبقوا في الواقع المعصومي كأنهم لا يعلمون ركضوا باتجاه الواقع الجديد الافتراضي الذي اصطنعه بعضهم أمثال ابن الجنيد وبدأ الأمر يتوسع شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة تلك السنة المشؤومة حينما انتقل أطوسي من بغداد إلى النجف وأسس مذهبه اللعين وحوزته اللعين وهذا نتاج من نتاج هذه الحوزة اللعين ما تحدث به هادي الراضي نتاج من نتاج الحوزة اللعين وما قرأته من أصول الفقه للمظفر نتاج من نتاج الحوزة اللعين وما قرأته عليكم الآن من كلام محمد باقر الصدر نتاج من نتاج الحوزة اللعين إنها حوزة النجف الطوسية هذا هو الواقع الذي رفضه الطوسي قد قرأت عليكم يوم أمس ما قرأت من كلامه في مقدمة كتابه المبسوط أعيد قراءة كلامه مرة أخرى كي ترابط بين المعاني كي تعرفوا ما الذي جرى في واقعنا الشيعي بعد أن تحدث عن أسلوب مخالفي أهل البيت في التأليف والتصنيف والتفريع والتشقيق إلى أن يقول الطوسي إنني أقرأ من الجزء الأول من كتابه من كتاب الطوسي المبسوط في فقه الإمامية الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الطوسي توفي سنة أربعمائة وستين للهجرة هكذا يقول وكنت على قديم الوقت وحديثه هذا أمر كان شاغلاً وكان مستقراً في تفكيره وذهنه وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على نفسي المنهج الذي عليه أتباع سقيفة بني ساعد تتوق نفسي إلي إنه تواق إلى ذلك تتوق نفسي إلي فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضاً فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه لأنها تعيش في واقع صنعه المعصومون له واستمر أصحاب الأئمة من رواة الحديث في الاستقرار في ذلك الواقع إنهم السلف صالح لكن هؤلاء يريدون الذهاب بعيداً عن الواقع الذي صنعه الأئمة لنا وتضعف نيتي أيضاً فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به لا يريدون هذا الأسلوب لا يريدون هذا الواقع القذر لأنهم ألفوا الأخبار ألفوها تمازجوا معها يعرفونها أنا أضرب لكم مثالاً وهو مثال صغير أقول للذين يتابعون برامجي الذين أدمنوا على متابعة برامجي أخاطب هؤلاء وأقول لهم حينما تقرؤون الزيارات بعد إدمانكم على برامجي حينما تقرؤون الزيارات وحينما تقرؤون الأدعي وحينما تقرؤون القرآن وحينما تقرؤون أحاديث أهل البيت ألا تجدون أنفسكم أنكم قد انتقلتم إلى واقع جديد أنا أخاطب هؤلاء أنا أعرف الجواب هذا عملي وشغلي واختصاصي وهذه النتائج لا بد أن تكون لأنني أشتغل هنا لصناعة واقع يكون أقرب إلى الواقع المعصومي دائماً أقول من أنني أحاول أن أكون قريباً من المنهج اليماني أن أكون قريباً من واقع الحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما إنني أشتغل على هذا الأمر كم أوفق كم لا أوفق لا أدري لأنني أيضاً مصاب بالقذارة أطوسية القذارة أطوسية تملأ رأسي فلا أستطيع أن أعطي ضماناً بأني سأنتج نتاجاً صحيحاً كاملاً إنما أعطي ضماناً أنني سأحاول ذلك بقدر ما أستطيع سأحاول ذلك لكنني لا أعطي ضماناً بالنتائج التي أصل إليها أعطي ضماناً بأنني سأحاول بكل ما أستطيع وصاحب الأمر شاهد علي رسول الله شاهد علي أمير المؤمنين شاهد علي الزهراء شاهدة علي دماء الحسين شاهدة علي أنني سأحاول بقدر ما أستطيع لكنني لا أعطي ضماناً بدقة النتائج وصحتها التوفيق من صاحب الأمر إذا وفقت أن أكون في حواشي دائرة التفهيم فهذا أمر أتمنى أن أصل إلي إنني أسعى بكل ما أستطيع ودماء نحر الحسين شاهدة علي أتعلمون ماذا يعني أن دماء نحر الحسين تكون شاهدة علي علي أو على غيري أتعلمون ماذا يعني هذا فأقول للذين أدمنوا على متابعة برامجي أنا متأكد إن لم تكونوا جميعاً فإن الأعمل أغلب منكم حينما يقرأ القرآن فإنه يجد قرآناً جديداً وحينما يقرأ الأدعية والزيارات يجد أدعية جديدة هذه التي كان يقرأها سابقاً وفقاً للمذاق الطوسي القذر وها هو يقرأها وفقاً للمذاق اليماني للمذاق المهدوي بإمكاننا أن نعمق هذا الواقع وأن نوسع هذا الواقع لكننا نشتغل بحدود طاقتنا مع كل هذه العوائق والمعيقات والموانع التي يصنعها لنا الطوسيون من السستانيين والخوئيين والشيرازيين وغيرها أعود إلى كلامي الطوسي يقول لأنهم لأن شيعة ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ هم يعيشون في جو خاص بهم هم يعيشون في جو خاص بهم يختلف عن جو النواصب هذا هو الذي يريد أن يقول من يعيشون في جو خاص بنا لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها غير واقعها هو يريد أن يغير الواقع الذي صنعه المعصومون لنا وهذا ما فعله انتقل من بغداد لأن شيعة كانوا في بغداد ومركزهم بغداد وكذب هذه مسرحية من أنهم هجموا على داره هذه مسرحية مصطنعة هذا الكذاب كان متفقا مع العباسيين هذا السافل وأطوسي وانتقل إلى النجف كي يصنع واقعا جديدا وأحرقت المكتبة الشيعية بصوابها وخطأها أحرق كل شيء وما أعاده من الكتب حرفه كما يريد وفقا للواقع الجديد الذي اصطنعه هذا اللعين الأمور بخواتيمها النتائج التي بين عيدنا لا بد أن تكون مقدماتها هكذا هذه المقدمات التي أحدثكم عنها بخصوص الطوسي النتائج تدل عليها ما عندنا من النتائج لا بد أن تكون المقدمات هكذا لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها بحسب قواعد أصول الفقه لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها لأنه واقع جديد واقع جديد لا علاقة له بالواقع الذي أنشأه المعصومون صلوات الله عليهم أخرجونا من بيتنا وأسكنونا في بيت آخر لا علاقة لنا به إنه بيت أعدائنا وبعد ذلك قالوا لنا هذه مشكلتكم لا بد أن تجدوا حلا لها فقلنا لهم أنتم الذين أسكنتمونا هنا فقالوا اعتمدوا علينا فذهبوا فسألوا أعدائنا فقالوا لهم إن الحل هكذا فنحن كنا في مكان آخر ولكن انتقلنا بعد هذا إلى هذا المكان والحاجة أم الاختراء فاخترعنا الذي اخترعناه يمكنكم أن تنتفعوا من اختراعاتنا هذه وهكذا أصبحنا كما يقول المثل الشعبي العراقي هناك حاجتان تكونان في بجامة واحدة أو في الملابس التي هي تحت البجامة أتحدث عن بجامة النوم التي تتألف من قطعتين من القميص ومن السروال فأتحدث عن السروال هناك حاجتان تجتمعان في بجامة واحدة هذا هو الذي أصبحنا عليه مسخرة في مسخرة ومهزلة في مهزلة نذهب إلى فاصل حينما نقرأ في زيارة آل ياسين وزيارة آل ياسين نص وردنا من إمام زماننا صلوات الله عليه ليس بطلب من عنده الشيعة ما طلبوا من الإمام هذا النص وإنما جاءنا النص من الإمام مباشرة أن نقرأ هذا النص وأن نتعبد به ونحن في هذا النص نشهد إمامنا على عقيدتنا هكذا نخاطبه أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان بعد أن نسلم على إمام زماننا السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي ويبدأ الحديث أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى بقية ما جاء في الزيارة الشريفة حتى نقول فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه هذا المضمون حينما يأتينا من قبل إمام زماننا ويريد مننا أن نعتقد به وأن نشهده على هذه العقيدة هل يكون مضمونا مزيفا هل يكون مضمونا بديلا أم أنه مضمون حقيقي واحد أصل فحينما نقول للإمام فالحق ما رضيتموه هناك حق واحد لا يوجد حق يصنعه لنا عالم أصول الفقه في واقع أصولي قد يكون موافقا للحق وقد لا يكون أي منطق هذا فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به الحق والباطل في دائرة الاعتقادات والمعروف والمنكر في دائرة ما يتفرع عن الاعتقادات هناك اعتقادات عملية وهناك عبادات عملية وهناك قوانين السلوك والأخلاق وهناك أحكام المعاملات إلى غير ذلك كل هذا يقع تحت هذه العناوين تارة بنحو مباشر وأخرى بنحو غير مباشر تحت عنوان الحق تحت عنوان الباطل تحت عنوان المعروف تحت عنوان المنكر والمعروف ما أمرتم به إنه معروف واحد وليس له من بديل ولا بد أن يكون حقيقيا لن يكون مزيفا هذا الكلام الذي مر علينا فيما تحدث به هادئ الراضي أو ما تحدث به محمد رضاء المظفار في أصول الفقه أو ما تحدث به محمد باقر الصدر في دروس في علم الأصول هذا كلام باطل يعارض هذا النص وهذا النص يعارضهم جميعا هناك حق واحد هناك معروف واحد هناك أمور مشخصة في الواقع المعصومي وهذا هو ديننا وهذا النص جاء في عصر الغيبة يعني أن الدين هو هو في عصر الغيبة وإمام زماننا يعلم بأن الغيبة الأولى قصيرة ومن أن الغيبة الثانية طويلة ومن أن الشيعة ستقرأ هذا النص في زمان الغيبة الطويلة فهل حينما نقول والمعروف ما أمرتم به ما ينتجه لنا المجتهد الطوسي وفقا لعلم أصول الفقه إن كان الحكم واقعيا ليس بحسب الواقع المعصومي وإنما بحسب الواقع الأصولي أو كان الحكم ظاهريا بحسب ما ينتجه لنا المجتهد الطوسي الأخبار هالمعنى هذه الزيارة هو هذا بأي منطق أنتم تتحدثون كل نصوص الأدعية والزيارات بنفس هذه السليقة وبنفس هذا اللحن وبنفس هذا الاتجاه إنما جئت بزيارة آل ياسين مثالا ولأنها صدرت عن إمام زمان ولأنها تقرأ في زمان الغيبة الطويلة وإلا فسائر الأدعية والزيارات تجري على هذا النماط وهندستها نفس هذه الهندسة التي جاءت بها زيارة آل ياسين فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه هذا دين إبليسي بالضبط بالضبط دقيقوا النظر معي فيما أقول فيما أقول إبليسو في قصته مع أبينا آدم إبليسو اعتمد على معلومات من بنات أفكاره فأسس ميزانا على أنه أفضل من أبينا آدم من أين جاء بهذه المعلومة جاء بهذه المعلومة من بنات أفكاره هذه المعلومة تعتمد على ميزان جهالة بالضبط مثل ما مر علينا في الحلقتين الماضيتين كيف أن منير الخباس يقسم الشهادة إلى درجات ومن أن شهادة أمير المؤمنين من الدرجة الثانية منطق إبليسي قذر إبليسو هكذا فعل أيضا هذا الرجل الخباز مشبع بالفكر الأصولي ولذا نتائج عقله هي هذه نتائج الضلال إبليسو اخترع ميزانا من بنات أفكاره من أنه أفضل من أبينا آدم هذه قاعدة أصولية وضع هذا الأصل فرتب عليه أثرا أنه لا يجوز له أن يسجد لأبينا آدم وإنما سيسجد لله الله طرده طرده لعنه وطرده علماء وصول الفقه بالضبط فعلوا هذا جاءونا بمفردات من عندي أنفسهم بالنسبة لنواصب سقيفة بني ساعد أما نواصب سقيفة بني طوس استوردوها من نواصب سقيفة بني ساعد صنعوا قواعد وفقا لمفردات من عندي أنفسهم وصنعوا واقعا من خلال هذه القواعد وبدأوا يستنبطون الأحكام الشرعية ويقولون هذه أحكام الله هذا هو الذي جرى في أجواء سقيفة بني ساعد وجرى عندنا ولا زال يجري في أجواء سقيفة بني طوس لا شأن لنا بسقيفة بني ساعد مصيبتنا هنا في سقيفة بني طوس علماء أصول الفقه المجتهدون الطوسيون صنعوا واقعا أصوليا من عندي أنفسهم وأخرجوا لنا الأحكام من هذا الواقع المصطنع الواقع المصطنع ماذا ينتج لنا سينتج لنا دينا مصطنعا دينا مزيفا ولذا حينما نقارن بين ديني مراجع النجف وكربلاء وما هو موجود في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم أو في أدعيتهم أو زياراتهم أو رواياتهم التي نفهمها بقواعد تفهيمهم لن نجد نقطة التقاء بين هذا وهذا المذهب الطوسي يختلف عن دين العترة الطاهرة اختلافا كاملا بدرجة مئة بالمئة وإذا ما كان هناك من وجه تشابه فإن النتيجة الصحيحة التي وصلوا إليها وصلوا إليها من خلال منظومة ضالة لا قيمة لها من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر فلا يؤجرون على ذلك والعاملون بذلك لا يؤجرون ولذا فإن إمامنا الصادق وهو يحدثنا في رواية التقليد كشف لنا عن عاقبة مراجع النجف وكربلاء وعن عاقبة أتباعهم من أنهم ضلوا الحديث عن مراجع التقليد ضلوا وأضلوا شيعتنا ويبقون على ضلالهم وتبقى الشيعة على ضلالها ما لم تعرض عن المذهب الطوسي وتبدأ بالبحث عن دين العترة الطاهرة في آخر المطاف في هذا الجزء من الحلقة أريد أن ألفت نظر هادي أهراضي وأقول له يا شيخ هادي المقطع الذي عرضته على شاشة التلفزيون في الحلقة الماضية طوله عشرون دقيقة وثواني طوله عشرون دقيقة عشرون دقيقة وثلاث وعشرون ثانية بالضبط عشرون دقيقة وثواني المرات التي أقطعت فيها بلفظ أهم مصطلح من مصطلحات علم الأصول الإمارة والإمارات واللفظ الصحيح الأمارة والأمارات أتدري كم مرة ذكرت ذلك لك في الحلقة الماضية أذكرك به ثلاثا وعشرين مرة إذا أردنا أن نقسم الخطأ هذا على عشرين دقيقة طول المقطع يعني أنك تخطئ في ما هو أقل من دقيقة على طول المقطع فطول المقطع عشرون دقيقة وعدد الأخطاء فقط أنا لم أحاسبك على النحو أو اللغة أو سائر الأمور الأخرى لأنك ما كنت تتكلم باللغة الفصيحة الكاملة لغتك كانت ملمعة كما يقول اللغة الملمعة وهذا مصطلح نجفي قديم اللغة الملمعة لغة ملمعة أي أنها يختلط فيها الفصيح وما هو شائع في لغة أهل الشارع والسوق ما يسمى باللهجة الشعبية فكنت تخلط في حديثك بين هذا وهذا فهي لغة ملمعة فلا مجال للبحث عن الأخطاء اللغوية والنحوية لكنني أقول لك يا شخ هادي لو أن شخصا يكون صانعا لعصير الرمان وإنما جئت بعصير الرمان مثالا لأن النجف معروفة بصناعة عصير الرمان لو أن شخصا هو صانع لعصير الرمان لكنه لا يلفظ كلمة الرمان رمان وإنما يقول رمان ألا يضحك الآخرون عليه هذه اللفظة جوهرية في عمله لفظة الأمارة جوهرية في مصطلحات علم الأصول أنا لا أريد أن أنتقص منك ولكنني أنبهك مثلما أنت تخطئ هذا الخطأ الفادح على المستوى اللفظي والإصطلاحي وربما أنت لست منتبها ربما لو انتبهت فإنك تعرف أن المصطلحة ما هو الإمارة وإنما هو الأمارة أقول إن الشيطان يسرق عقلك مثل ما سرق لسانك هنا يسرق عقلك ويضخ هذا الفكرة الناصبية في عقلك في عقلك وفي عقل الباقي إنما ضربت المثال لأنه يرتبط بك فمثلما هيمن الجهل عليك في أنك عاجز عن أن تقول المصطلح الأشهر في علم الأصول الأمارة باللفظ الصحيح أنا لا أريد أن أسألك عن هؤلاء الذين يحضرون درسك من الفضلاء من الفضلات لا أدري منهم الذين هم على نفس هذه الجديلة من الجهل والغباء لكن هذا الأمر إذا كنت موفقا إذا كنت موفقا يكون سببا لك أن تفكر في حالك وأن تفكر في أمرك من أن هذا الضلال الذي تتحدث به الذي يسمى بعلم الأصول هذا يصنع للناس دينا مزيفا دين العترة ليس هنا فابحث عن دين العترة في مكان آخر دين العترة ليس في علم الأصول علم الأصول قذارة ناصبية بكل مفرداته وبكل قواعده وبكل نتائجه قذارة ناصبية بامتياز إنكم تصنعون بها دينا مزيفا دينا بدينا للناس تحت هذه المصطلحات الغائمة وغير الواضحة الأحكام الواقعية الناس يتصورون أن الأحكام الواقعية هي أحكام الله هذه أحكامكم أنتم أحكام علم أصول الفق وفقا لمنهج سقيفة بني ساعدة المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر قذارة هي القذارة نفسها ولقد نصحتك كما يقول صالح ابن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي في بائيته المعروفة ولقد نصحتك أنت وأمثالك ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب نذهب إلى فاصل